دكتور محمد يعني ما هو السبب الرئيسي من وجهة نظرك وراء التدني الواضح لمحطات الطرق السريعة في المملكة منذ فترات طويلة يعني مثلا أنت قبل سنوات وتعطي عذر بس اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها لا يوجد عذار أيضا الآن في ثلاثة جهات هي المعنية الأمير سلطان بن سلمان يقول الأمر مخجل بس ماذا بعد ذلك؟ مجلس الشورى اكتشف الحقيقة أنه 10.095% بس بعدين زي ما قال الأستاذ سميل ماذا فعل؟ وزير الشؤون البلدية والقروية ماذا فعل؟ وزير النقل ماذا فعل؟ طبعا راح نسوي ذا الحلقة وفي قناة أخرى راح تسوي وفي جرائد هل راح يحدث شيء مستقبلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيد المرسلين حقيقة أن الأمر مخجل جدا ومحزن جدا مخجل ومحزن لأننا نعيش في بلد والحمد لله نصنف ضمن العشرين دولة الأولى في العالم اقتصادية وهذا وحده يكفي لدينا حاكم وهبه الله تعالى لنا وهو رجل يبدل كل ما في وسعه أن نصل إلى العالم الأول يعطي عطاء لا محدود لدينا ميزانية دولة تتنامى بشكل كبير جدا جدا لدينا اقتصاد قوي والحمد لله لكن في مقابل ذلك نجد أن أبسط الأمور كهذه الاستراحات والمحطات الموجودة على الطرق السريعة ومنظومة أخرى من القضايا لكن قضيتنا اليوم هذه المحطات توحي بأننا دولة فقيرة دولة لا يوجد لديها مؤسسات دولة لا يوجد لديها مسؤولين وأنا من هذا المكان بدي أن أطرح سؤال إلى كافة الجهات المسؤولة عن تلك المحطات وتلك الطرق قياسا بما هو موجود في دول العالم المتقدم هؤلاء الوزراء أو المسؤولين ألا يذهبون إلى تلك الدول ويرون بأنفسهم تلك المحطات المجهزة بأحدث التقنيات يا دكتور هناك من يقول بأنهم يذهبون إلى تلك الدول كسياح ويستمتعون بها ولكنهم لا يذهبون إلى محطات بلدانهم يعني أنت تتوقع أن الوزراء عندنا ما شاء الله ممترين المملكة من الشمال للجنوب بالعكس يطلعون طيارات ويطلعون من المكتب التنفيذي أيضا لا يمرون على مشاكل المطار الحقيقي اللي الناس تعايشوا يوميا مؤكد مؤكد ذلك ولا لم يكونوا يعني يسكتوا على هذا الأمر لكن تبقى الأمانة هذه أمانة في أعناقهم يسألون عنها وما يقول خادم الحرمين وفقه الله ورعاه في كل محفل من محافله التي يقدم فيها المشاريع العملاقة ما يقوله لهؤلاء المسؤولين ويوجههم بأن يهتموا بهذا الأمر وهو أدى الأمانة لكن هؤلاء المسؤولين وهؤلاء الوزراء بالتأكيد يحتاجوا إلى المساءلة والمساءلة والمساءلة أين هم من ذلك هذا المنظر كما ذكر الأستاذ سمير عن المعتمرين الذين يمرون بالمدن الثلاث بالتأكيد سينقلون تلك الصورة المخزية المؤذية إلى بلدانهم ويقولون هذه المملكة العربية السعودية ذات الاقتصاد وذات الميزانيات الهائلة لا يوجد بها تجهيزات بسيطة جدا 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 على المحطات بود أن يكون هناك شركات متخصصة وجهات متخصصة لهذا الغرض فقط تكون مهمتها أن تتولى مهمة تنظيم تلك المحطات وخاصة وأنا أؤكد هنا على دور هيئة السياحة والأثار لأننا حقيقة وللأسف الشديد فقدنا الأمل في وزارة النقل ووزارة الشؤون البلدية والقروية لأن الأمر أمامهم سنوات عشرات السنين وهو أمامهم ولم يحققوا شيء في هذا المجال لذا نطالب هيئة السياحة ونطالب مجلس الشورى وهو يتحدث كل يوم ما يقوله لا ينفذه غيره فهو مجرد يتحدث كأي كاتب صحفي وكأي فرد في مجلس من المجالس لا نرى ولا نلمس دور لمجلس الشورى دور فاعل في الميدان محاسبة كما هو المطلوب من مجالس الشورى والبرلمانات العالمية نحتاج من مجلس الشورى أن يطلف موقف حازم لمحاسبة وإيجاد الحلول التطبيقية والميدانية لحل هذه المعضلة التي في الأسف الشديد نحتاجها جميعا ويحتاجها ومملكة والحمد لله واسعة وكما ذكرتم وذكر التقرير عشر آلاف محطة موجودة على تلك الطرق تحتاج إلى إعادة تاهيل وإعادة بناء وإلى إعادة تخطيط نعم شكرا للكاتف صحيفة المدينة للأستاذ محمد الغامد وشكرا للمحاضرة في كلية تلميز سلطان السياحة الأستاذ سمير قمصاني وأيضا الحقيقة أشكركم إحنا مرلنا على هذا الموضوع السريع لأن الموضوع شفتوا وأنتم والتقرير شفتوا والآراء واضحة ننتظر الإنجاز أتمنى دائما وأتمنى الحقيقة أنه لسبب ما أما لقرار أو إلى آخرة أن يمنع الوزراء في المملكة العربية السعودية والمسؤولين من استخدام المكتب التنفيذي وأن يمروا عبر المطارات وأن أيضا تتعطل المطارات لسبب ما يوما ما ويروحون أبر الطرق مثلا من الشمال للجنوب حتى يكونون قريبين من المشهد أكثر ويكونون منجزين بشكل أفضل نحن ببرنامج جهلة لو نطلع من المكاتب التنفيذية ونضبط أمورنا بسهولة لا أنا ولا فريق إعدادي يمكن ما جبنا لكم هذا المواضيع لأن منكم وإليكم طبعا من باب أولى الناس اللي هم يحيسيرون يعني مصائركم المستوى الخدمي في المملكة العربية السعودية الوزراء أن يكونوا قريبين منكم وأن يعني يندسوا ويقولون أربع صحفيين ترى رايح جولة تفتيشية انفاجأ وهم علم الصحفيين لا 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 يذهبون فعلا بالطريقة اللي هي فعلا فيها صدق نية حتى يكتشفوا المصائب والكوارث اللي موجودة من الناحية الخدمية في المطارات وفي الموانئ وفي الطرق السريعة وشفتوا المحطات ومرح أكمل فاصل ونعود لكم بعد قليل في موضوع آخر